مساء الخير، أنا ساري حسام وهيسة 12 ونص أنا فرحانة هواية، لأنه عمتي أم غسان زارت مرتحنة أمي دائماً ما تنسى الواجب، رغم أنه مريضة وما لها خلق تدرين أمي مرتحنة كلش فرحانين؟ يقولون ما كنا نصور أم غسان تجي حتى الصدق أمي شقاط طيبة طبعاً، منو قال لا؟ و أنت لي علت؟ إذا ما تعجي تؤتي، تنتظر وأمي لي بعد تطáchي خلاص، هذا صح،شرا بينما أخبرها أصباح، لماذا يبودون فتحينه جروع؟ ولكن قلت ي stimulate Absolk فيديو اليوم أخرى فيه على فنانة مختفية وهي أكثر نوع فيديوهات، أنتو تحبون لأنه تجاوب علي أكثر من أسئلة عن فنانين عرفتوهم وحبيتوهم وفجأة اشتاقيتو لهم وهذه الفنانة بالذات انتوا هواية كتبتولي انه ابحث عنها وادور عليها وبالفعل بحثت عنها وتواصلت وياها شخصيا وارد بقول لكم انه هي وزوجها من اكثر الناس اللطفاء اللي يمكن احد يعرفهم بحياته يعني ناس جدا متعاونين وفنانين هي شي حقيقيين هي انطقتني كل المعلومات اللي رايح تشيها اليوم فكل المعلومات مأخوذة من مصدر موثوق وعلى لسانها هي شخصيا وخلي انطيكم المفاجئة الاحلة انه هي قريبا وبعد طول انتظار راح تسوي لقاء ويايا اللي يعتبر اول لقاء لها من فترة كلش طويلة فاكتبوا بالكومنتات انه انتوا مشتاقين يشوفوها بهذا اللقاء حتى تشجع اكثر لانه هي نوعا ما مترددة الفيديو اليوم راح يحتي على الفنانة القديرة شمس خالد انو ولدت شمس خالد ببغداد سنة 1966 وعاشت بمنطقة المنصور طبعا بالبداية ما كان ببالها ابدا انه تكون فنانة او ممثلة بس من طفولتها ومثل اغلب الفنانين كانت عندها ميولات فنية مثلا تحب انه برفعة العلم تقول النشيد الوطني او تطلع هي ترفع العلم او تحب ترسم تغني من هي وطفلة لكن ما كان ابدا ببالها انها تكون بيوم من الايام ممثلة المهم فات بها الوقت وتخرجت من الاعدادية وتزوجت وقاعدت ببيت عيالها بيوم من الايام وهي تتفرج على التلفزيون بشافة اعلان انو طالبين التلفزيون وجوه جديدة حتى يمثلون بتمثيليات ومسلسلات رح يتم انتاجها قريبا فهنا شمس كأنما حست انه هذا الشيء اللي هي تريد تسويه بحياتها يعني كل الشيء حست انه تريد تروح وتقدم وتجرب حظها وتصير ممثلة بالفعل راحت وعرضت الموضوع على زوجها قالت له يعني خلي اروح خلي اقدم اشوف حظي بهذا الموضوع وين يوصل وهو وافق لا تستغربون وافق لانه هو ايضا فنان مهم كلش زوجها هو الفنان والمصور خالد هلال اخو الفنان الكبير فاروق هلال وهاي معلومة مو هاي ناس يعرفوها المهم وكونه هو فنان وعقلية متفتحة جدا شجعها كلش وحب الفكرة وراحوا اياها حتى يقدمون لمبنى الاذاعة والتلفزيون بالصالحية بعد ما وصلوا هناك يعني دخلوا وشافوا سرة طويل من البنات الحلوات كلش والحسناوات اللي رايحين حتى يقدمون على تجارب الاداء حتى يصروا ممثلات فهنا اتفاجأت كل الشمس وظلت تسأل نفسها معقولة راح يختاروني آني ويفضلوني على كل هذول الجميلات ويعني آني اللي اعتبر وحدة من الناجحات ظلت هي تشي تسأل نفسها هاي الاسئلة وهي واقفة بالطريق هذا الطويل او الطابور الطويل لحد ما وصلت لجنة التحكيم ودخلت لهم اللجنة كانت مكونة من اهم مخرجين لدراما بهذاك الوقت مثلا من عدهم حسين التكريتي كارلو هارتيون طارق الحمداني وقاسم محمد اول ما دخلت طلبوا من عدها انه تمثل مشهد قالت لي انه المشهد تطلبوا من عدها تحديدا انها تمثل وحدة عايفها خطيبها فهي مثلت له مؤدت بيعني طريقة طبعا استوها ببدايتها هي فبطريقة اللي تقدر عليها لكن اول ما خلصت المشهد كل شن عجبه ظلوا واحد وثاني يحكون شن رأيك ببروفايلها شن رأيك باداءها وهي قاعدة تتفرج عليهم فقالولها احنا قبلنا تشي تشي من اول لحظة واحنا حبينا كلش ادائك وحبينا شغلك وقولينا منه اللي جاي وياك هسه منه يعني ولي امرك لانها كانت طبعا صغيرة بهذاك الوقت حن دي حتي هسه بالثمانينات تقريبا المهم فقالت لهم زوجي ويايا فبعد ما دخل زوجها قالوا لها احنا ترقبنا مارتك ويعني حابين هسه نعرض عليها ادوار انه تمثلها فاللاتي جينا بعضين تقولاني مارت مارتي تطلع عالتلفزيون ومارت هتمثل يعني خلاص اتقبل موضوع انها راح اصير ممثلة فهو قالهم لا انا مدامي جيت وياها ووصلت يعني انا خلاص انا حاب هذا الشي وبالعكس راح ادعمها بي وبنفس القاعدة رشحوها لمسلسل ايمان 13 حلقة ودور مهم جدا فهنانا ظلت هي مصدومة يعني انا بحلم لو بعلم شنو اللي دي يصير ويايا ما كانت مأهلة نفسها انه راح كل شي يمشي بهاي السرعة وبنفس الوقت همين انطوها النص قالها روحي اقري وروحي راجعي فبالفعل رجعت البيتها وبدأت تتراجع النص وتقراه مرة ومرتين وتلاثة وتأدي هي دورها بالمسلسل وهذا المسلسل يطلع زوجها الفنان كنعان علي فأدى دور كنعان علي بالبروفر اللي دي سويها وينفسها زوجها الفنان خالد وظلت هي وياه يأدون ويدربون على المشهد لحد ما حست انه ضبطته تماما فانطوها موعد ان ترجع ورا شهر للإذاعة والتلفزيون حتى يبلشون يعني يمثلون فرجعت وراها الإذاعة والتلفزيون ومثلت وكان هذا المسلسل هو أول مسلسل لها بعدها توالت أعمالها يعني احكي لكم عن أعمال كلش ناجحة شاركت بيها مثلا مسلسل المسافر مسلسل القلب في مكان آخر مسلسل بيت العنكبوت وطلع الضيفة أيضا بوحدة من حلقات المسلسل المشهور أيام الإجازة ومثلت هوايا سهرات ويا مطربين مثل وحيد علي وعلي العيساوي وغيرهم ومثلت أيضا بالمسرح فكانت عدها تجربة كلش مهمة نزلت بها بديلة عن الفنانة ليلى محمد بمسرحية عقدة الحمار اللي كانت من إخراج فاضل خليل وتأليف عادل كاظم عرضت بها ثلاث أشهر ونالت إعجاب كل الناس يعني حتى هوايا تفاجأوا من الفنين أنه شلون أول عمل لها بالمسرح يكون بطولة مطلقة فكان يعني هذا الشيء كلش مهم وهي قالت لي أنه هذا الشيء أنا أفتخر به بالسيفي ماتي أيضا قالت لي أنه هي والفنان الراحل عبدالخالق المختار شكلوا ثنائي كلش حلو وكلش قوي لفترة طويلة من الزمن يعني يظلوا يأخذون مسلسل وراء مسلسل يمثلون بي سوى مرة تطلع خطيبته مرة زوجته مرة أخته والناس كلش حبوهم سوى يعني كان أكو كيميا بيناتهم واثنينهم طبعا الشمس كلش سلطت عليها الأضواء بالثمانينات وبالتسعينات أيضا وكانت يعني ما أخذ حيز كلش كبير بحيث أنا ظليت متعجب ليش هاي الفنانة كلش نست لهالدرجة لأنها بالفعل نست ما حصار يذكرها ما حد يجيب سيرتها رغم عدها أرشيف كبير أكبر منه هواية فنانات أخريات بالتسعينات انعرض عليها مسلسر رجال الظل وبعد ما قرأت الناس كان دور يعني صعب عليها أنها تأديه بهذا الوقت كان دور الجاسوسة اللي بفرنسا اللي بعدها أدت الفنانة تمارا محمود المهم فمن قرأت الناس معجبها قالت أنه يعني الناس حلو وكل شي لكن بهذاك الوقت كان عدها ثلاث بنات ما تقدر تتركهم وتسافر فاعتذرت من المخرج وقالت لأني ما أقدر أمثل هذا الدور وللأسف ما مثلته ومثلته طبعا الفنانة الجميلة تمارا محمود وأبدعت به شمس خالد وراء السقوط تركت العراقية وعائلتها وسافروا إلى الإمارات هناك أول ما وصلت كانت متخيلة أنه رح ترجع بقوة رح تمثل قبل ورح تدخل بالدراما الإماراتية وما رح تتوقف عن التمثيل لكنها للأسف انصدمت وانفجعت بأنه عدها مرض خبيث جدا ومرض خطير ما حبت تحكي لهواية عن تفاصيل مرضها لكن قالت لي أنها كانت تجربة كلش صعبة مرت من خلالها وقالت لي أنه المرض والشفاء من المرض وتعافيها أخذ منعدها وقت قويل فأخرها شوية فنيا لحد ما تعافت وتعالجت صحت وهي منسية تماما بالعراق ما حد يذكرها ما حد يجيب سيرتها وبنفس الوقت لقى الصعوبة بأنه ترجع للأعمال يعني الخليجية مثلا أو الإماراتية لكن بيت تشارك مشاركات بسيطة بالمهرجانات اللي تقام هناك المهرجانات السينمائية والمسرحية وتعيد تواصلها أكثر ويا الفنانين العراقيين اللي يجون ضيوف هناك أو حتى الفنانين العرب اللي كانت تلتقيهم هناك وهواية من زملاءها ذكروا ليش قد كانت تساعدهم هي وزوجها بموضوع الإقامة وموضوع يعني موضوع جيتهم إلى الإمارات فكانت هي وزوجها كأنما شون الحاضن الأساسي لزملاءهم الفنانين من يجون للإمارات اليوم هي تعيش بسلام ويا زوجها ويا أولادها وأحفادها أيضا عدها ابنتها وابنها الصغار كلش نشطين على التك توك ومواقع التواصل الاجتماعي ومو بس هي شي ابنها مثل بفيلم بالإمارات يعني على خطى والدته وبنتها أيضا تقدم برامج يعني ببدايتها فيعني العائلة كلها عائلة فنية وجميلة جدا وأني أقولكم كلش نسعدت بأنه حيشيته إياهم ومتحمس أكثر أنهم يظهروا لكم بلقاء وتسمعون أكثر من عدها هي شخصيا لكنها مترددة تريد تسمع من عدكم أنه أنتوا حابين تشوفوها بهذا اللقاء وطبعا من الواضح من الصور ردت تشوفوها أنه شمس خالد ما تغير شكلها أبدا حافظت على جمالها وعلى رشاقتها وعلى شبابها وقالت لي أنه سرها بهذا أنها تمارس الرياضة دائما وتعتني بنفسها يعني سوي خطات وهذه الأمور فلهنا خلص فيديو شمس خالد أكو بعد هاي تفاصيل هي ذكرت ليها لكني أنا ردت أختصر عليكم القصة حتى بعدين نسمع من عدها الجانب الكبير كلش يعني هذا كان فيديو شمس خالد خلاص لحد هسه شكرا جزيلا لمتابعتكم وانتظروني فيديو جديد لا تنسون اللايك والسبسكرايب كلش مهمين وتصبحون على ألف خير شكرا جزيلا